نجمتنا الموجودة معانا تعتبر من اكتر الاصدقاء معزة في قلبنا حقيقي يعني احنا مش بنقول كده اي كلام لكن اكبر دليل على معزتها ان هي كانت النجمة وضيفة عزيزة علينا في اول يوم طرعنا فيه على الهوى على محطة انا او على قناة النهار اناس مكي نجمة بيحبها الكل حقيقي رغم ان انا بقول ان هي مقلة جدا في عملها لكن من الاسامي اللي الناس فاكرها لما بتظهر الناس بتقول اه هي فين احنا عايزين نشوفها بعد 13 سنة من البعاد بترجع مرة تانية بأعمال سينمائية والاهم من كده انها بترجع لنا هنا في الستات عشان نقول لها وحشتينا وازايك اي ناس حبيبة قلبي يا مفيدة والله جسمي عشر من المقدمة الجميلة دي انا كمان بحبكم وبعددعمكم بقولها على لنا اي حاجة تخص الستات انا معاكم فيها وبحب الجو اللي انتو بتتكلموا بيه لانه طبيعي وناتشرال ما فيهوش بقى ما فيهوش تانشن البرامج اللي احنا عايزين نصدر حاجة معينة فانا معاكم حبيبة بنحبك والسعداء بوجودك وبنجاب تحية ليكي ولكل سادة المشاهدين والنهاردة نزلك فيلم جديد بعد غياب حوالي 13 سنة 18 سنة غياب معاودة قلتي انها طلع كوميديا ليه طلع انا بدور هو قبل تطلع خلينا في التلاتاشر ايه كنت اعمل ايه في التلاتاشر سنة انا من الناس اللي من نعم ربنا علي مش باحس بالسنين ده الحمد لله لو كنت تجنيني ولا اقدر اركز كنا سنة كام لما عملت مسلسل كذا او فيلم كذا انا واخدى عشان يعني واخدى الرحلة كلها على بعضها هي رحلة صغنانة علي ان انا احاول اكون فيها سعيدة وعلي ان انا احاول اعمل الحاجة اللي بحبها من غير محد يضيقني دي قرارات كده انا واخدها في حياتي من وانا صغيرة عبارة بس الطرفة دي كوينك تجاه من التجارب من الحياة ما تنسيش انك انت لما تعيشي في بلدان مختلفة وانت صغيرة يعني مثلا انا تربيت في ابو زبي ابو زبي ده فيها كوليكشن الجنسيات المختلفة كلها كل الدول العربية ثقافة بابا المختلفة عن ثقافة ماما كل ده بيخلي عندك وعي بانه هو المسألة مش محتاجة ان انا موت نفسي على اخناع تمام 13 سنة وقت طويل وفي كتير من الظلم والاكحاف لما تبقي عاملة شغل حلو جدا قبل 13 سنة ومحققها نجاح لازم لو انا منك ابو زبي المرأة اقول ايوا انا بيجريش شغل ليه لما اغني دي انا برجحها لعدة اسباب اولا من خلال 13 دول في عشرة كلنا تسرق ومننا عشر سنين مني ومنك وكلنا الشعب كله عشرة ثورة تقريبا سبعة مش انا اشتغلنا فيها اشتغلنا فيها بس مش بالقوة دي طب ما انا نزلت عملت فيها برضو فيلم وكان حظي فيه مش لطيف اللي هو ريكلام اوكي يعني لو جينا وقلنا ريكلام هقولك انا ريكلام عمل معايا قفلة نفسية واكيد انتو عارفيني ليه عمل معاكي قفلة رانيا طردت وانت قلت دورك تشيل بس انت ما تكلمتش انا ما تكلمتش كنت بقى عملت القفلة شخصية دي كانت عملت عندي القفلة اللي هو يعني فعلا ما كنتش قادرة استوعى بيعني ايه شغل سبعة ايام انت بتتكلمي في سانمة مش دراما خلاص شغل سبعة ايام مشاهد ماستر سين اروح اتفرج على الفيلم الايام مش موجودة انت شلفطت الشخصية حصلك ايه بقى انت عملت ايه سيد معالش حاجة كانت نازل عليها صاحب الله والله العظيم كانت نازل عليها صاحب الله معا يطيش لا كانت الصعافة بتكلمني لانهم جولي في اللوكيشن وشايفين وعندهم الفوتوغرافيا هو اللي فاضل من السبعة ايام دي الفوتوغرافيا ايه طب ما سألتش ليه حصل كده بصي في حاجات بتبقى يعني بينة ومقرية مش محتاجة انك انتي تسألي هو فيه يد تدخلت في ده طب انا عندي قرار حرجع لنفس القرار اللي قلتهولي انا مش عايزة اتداق في حياتي محبش اتداق محبش اتخانق يعني يعني موتيني مثلا شغل مجهود واحنا كويسين واحنا فرحانين واحنا فيه عندنا اه بس ده موقفي داي يعني بغض نظر انك حتى لو ما بحبش حتعملي ايه حتى لو مش هتخانق سؤال جوايا هاغل يعني انا مش عارف انا فكرة ده العكس كمان انا فكرة اياميها الصحافة قالولي هل انتي شايفا اللي عمل كده زميلة ليك في الفيلم قلتولهم وليه بتكلموني عن زميلي هو مش فيه مخرج للفيلم الله يرحمه بقى دلوقتي ويحسن إليه علي رجاء انا مش بقولك ان انا حجر ولا بقولك ان انا سعيدة ان انا 13 سنة انتي لو عايزاني اترجم كلامك هو فيه 13 سنة رقم العمر لا ما حصلش فيه مستغلال للموهبة الفنية بتاعتي في المجال بتاعي ده اللي انتي عايزة تقولي طبعا اكيد متضايق وفيه ظلم فيه ظلم حلوا ايه بقى ايه بقى مش من عندي انا بعمل اي قطعة بتجيني بعملها بمزاج وبعملها بحب انا بحب الفن